هذا الفيديو رجعوها أطباء وعلماء الأوبيئة للمصادر تحت الفيديو السلام عليكم الوباء الكورونا في المغرب دازدابة من مرحلة محاولة احتواء الفيروس المرحلة التخفيف من الأضرار الفيروس على البلاد ما هو المعنى لهذا الشيء؟ معناه أنه لا يبقى فالك اللوجيكة أن الفيروس لا ستدخل المغرب ولكن ندزل المرحلة التي تدور الفيروس في البلاد ويجب أن نحاول ما أمكن أن نقصه ونأخره التفشي للفيروس لكي نقضي أكبر عدد الأرواح في هذا الفيديو سنرى كيفية الوضعية الهشة للنظام الصحي المغرب كتجعل أن الخطر للفيروس كورونا يقدر يكون عنده آثار كبيرة على المغرب ولكن في نفس الوقت سنرى كيفية أنه كين أمل وكين أمل بالجهد ولكن فقط إدادنا واحد الحاجة في هذا الفيديو سنتخلعوا واحد حيث الأرقام فعلا يخلعوا ولكن سنتخلعوا واحد الخلعاء التي ستوصلنا ليس لذلك البانيك والهلع والفقدان للسيطرة سنوصلوا إلى واحد الخلعاء التي تقدر تجعلنا تجعلك أنت وانت تقدر تكون رائد وبطل وبطلة التي تساهم مباشرة في الإنقاذ أرواح المواطنين المغاربة وهذا شيء ممكن التفشي الوبائي أو الانتشار في ساكنة في المراحل الأولى يكون لديه طابع تسارعي ما هو الطابع التسارعي؟ هو أن أعداد الإصابات كل مرة ستضبط افترضوا مثلا أن أنا تصبت بالكورونا اخرجت الزنقات لقيت مع الناس عادية ثلاثة افترضوا أن كل واحد من هذه الثلاثة براثة مع ناس أخرين وكل واحد منهم عادة ثلاثة وحدين أخرين كيف يمكن أن يكون لدينا هذا المصابين جدا أو لدينا سعود؟ إذا كل واحد من هذه السعود عادة ثلاثة وحدين أخرين سيقول لدينا سبعة وعشرين من المصابين جدا لحد الآن هذه الأرقام لا يوجد شيئا سبعة وعشرين حالة مهانية لدينا فرولهم رعاية صحية بكل سهولة ولكن الخطير في الأمر هو أن هذه الأرقام دغياء يبدأ يتهولون سيبلينا أن كل ما زادوا لأيام كل ما الأعداد من المصابين يتزادوا ولكن يتزادوا بسكل التسارعي انفجاري ما كان بعد 6,561 كان 19,638 وهو عدد ساكنات القرية أو مدينة صغيرة في المغرب الانتشار الوبائي من هذا النوع إذا أبقى مستمر بدون أي تدخل وإجراءات وقائية من الناس سيبدأ ينقص ويحبس لماذا؟ حتى في أحد اللحظة هذا الفيروس سيحاول انتقل إلى شخص جديد وسيلقى لأنه هو شخص جديد وسيلقى شخص مرض بالفيروس وكتسب مناعة ضده يعني هذا الفيروس مع الوقت ما سيبقى قادر يعدي ثلاثة من الناس كل مرة وهنا العدد للإصابة الجداد سيبقى هو يهبط حتى يتسال الوباء ولكن هذا الوباء ما سيبقى حتى يكون ضرب عدد كبير من الناس يقدر يضرب نصف للساكنة للبلاد كاملة وفيت نصف للساكنة هذا هو الذي ترى في الصين في كوريا الجنوبية في الأول تسارع انفجاري إيطاليا وذلك نفس الشيء من بعد ودباء أمريكا والدول الأوروبية الأخرى ودول أخرى في العالم بدأت كذلك في هذا التفشي التسارعي ديال الفيروس ولكن هذا الناس اللي يمرضون من فيروس كورونا الأغلبية ديالهم يجيهم أعراض ديال الرواح اللي هي خفيفة ولكن كان واحد النسبة منهم اللي محتاجة تمشي للسبيتر حسب هذه المقالة ديال العالم الأوبئة من جامعة ماساتشوست الأمريكية وجامعة هاربارد كذلك يوسف أولهوت في الحساب الليدار اعتماداً على البيانات العلمية المعروفة على الفيروس لقى أنه في غياب أي إجراءة وقائية عدد الناس اللي يحتاجوا فراش في السبيتر في المغرب يقدروا صلاحة الربعمائة ألف مريض بينما في المغرب عرفتوش حالة عنا من فراش عنا فقط بين ثلاثين ألف واربعين ألف ماكسيموم ديال الأسرة النظام الصحي في المغرب عنده عدد ضعيف في الفريشة الأسرة في السبيتر 1.1 سرير لكل ألف نسمة مقامل جوج فاصلة ثلاثة في تونس ثلاثة فاصلة أربعة في إيطاليا ثلاثة فاصلة ثلاثة في الصين وكوريا الجنوبية عرفتوش حال عندها عندها 12.3 سرير لكل ألف نسمة حسيت بكم وكان سمعكم كانت تقولوا إذا كانت كوريا الجنوبية اللي عندها العدد كامل ديال البلايس في السبيترات ويبراسها فرعها فيروس كورونا المغرب اللي يعني كبان نملك الدماج هذه القدرة السعابية ولا عدد الفريشة اللي كانت في السبيترات تدحطينها في هذا المبيان هي واحدة الخط أفوقي دائرها في البداية ديال الوباء المنحنة كيكون تحت هذا الخط الأفوقي يعني عدد المرضى اللي محتاجين للفريشة في السبيتر أقل من عدد الفريشة اللي كانت في السبيترات ديال البلاد ولكن غير هذه الأعداد كتنفجر كي تقولوا عننا أعداد ديال المرضى اللي فايتين القدرة السعابية ديال البلاد هذه الحالة هذه خطيرة جدا وخص تفادي ديالها بأي تمام ما خص ناس نوصلوا لهذه النقطة هذي حيثش إذا وصلنا إلى هذه النقطة هذي لقدر الله الخدمة ديال الأطباء وديال الطاقم الطبي غادي تولي أنهم يختاروا فقط شكون اللي غادي يستفيد من أجهزة ديال العناية المركزة ديال التنفس وشكون اللي غادي تعرض للخطر ديال الموت ليس فقط هذي ولكن الطاقم الطبي غادي ترى له انهاك حتى هو بحل يترفض والأخرى الأطباء والممرضين براسهم غادي مرضوا غادي تهلكوا أمر اللي غادي يزيد يهبط من القدرة السعابية ديال السبيطارات هذه المنحنة سيبقى بأي ثمن تحت القدرة السعابية ديال المستشفيات المغربة لحسن الحظ كان أمل وكان أمل بالجهد كان واحدة العصة سحرية المعروفة علمياً لأنها تستطيع تسطح هذه المنحنة وتوسعه وتثبته صحة تحت الخط الأحمر وهذه العصة السحرية كان في الدك أنت السبب الذي يجعل أعداد المصابين ينفجر بطريقة التسارعية في الأول هو أننا كان عادي بعضياتنا كانت تلاقى مع بعضياتنا وكان عادي بعضياتنا أنا وأنت وانتي يمكن لنا نسطح هذا المنحنة وندفعه تحت الخط الأحمر عن طريق أننا لم نتلاقى مع بعضياتنا أنا وأنت أن ننقد الحياة لأعداد هائلة من المغاربة هذا الحل اسمته الابتعاد الاجتماعي الابتعاد الاجتماعي هذا الحل سيطلب مننا أهم شيئا أننا نغير السلوكات المتعودين عليها أمر الذي سيزعجنا قليلاً كم نبينا كانوا ينطلقوا في قهوان ونقصروا الفوت ونحضروا شيء عرص ولا مناسبة ولكن إذا عدنا ونبقينا ونطلقوا سنسطحوا المنحنة ونقضوا الأرواح لا ننسوا أن هذا الشيء مؤقت وأن هذا الشيء نديره من أجل الناس العزاز علينا والناس آخرين في المجتمع سيكونوا في أمس الحاجة لهذه الفراش من أجلنا كاملاً المرض الذي يسببه فيروس كورونا لا يسبب غير المسنين أو الناس الذين لديهم ضيجة أمراض المرض أسبق لقطة الأعداد من الشباب التي صحة جيدة في العالم وكذلك الفراش الذي يجب أن يعمر لا يحتاجه غير المريض فيروس كورونا ولكن يحتاجه بحل أي واحد الذي يقدر يمرض ولا ترى لا يقدر الله يجب أن نجعله بأي ثمن المنحنة تحت الخط الأحمر كون أن المغرب موجود هنا أقل من دول أخرى في الطاقة الاستيعابية السبيطارات يعني أننا يجب أن نجعله الأضعاف التي يجعله الدول الأخرى في البتعاد الاجتماعي وبأقصى شكل ممكن هذا الشيء يجب أن نجعله دابة كل نهار ونحن لم نجعله هذا الشيء يجب أن نساهمه في الزيادة عدد الحالات التي لا تقبلها الدولة المغربية قادرت إجراءات جريئة وسريعة لتعاوننا على الابتعاد الاجتماعي إغلاق المدارس الإلغاء المهرجانات والأنشطة الثقافية والرياضية والدينية التي فيها تجمعات ولكن كمواطنين يجب أن نجعله أقصى ما يمكن لكي نحميه ريوصنا والأقرباء والناس الهشة التي معنا في المجتمع لا نمسيوش القهوة لا نمسيوش التجمعات التي فيها الناس أي مهنة التي يمكن لها الدرم الضار تولي الدرم الضار مؤقتا نحاول أن نحبسه تماما سلام باليد وبالوجه سلام من بعيد كافي ليس مشكلة سوف يدعون هذا ونحاولون نتعانقه أكثر قاعد من قبل نغسله يدنا بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية بشكل متكرر في اليوم الناس الذين يعرضون أكثر لهذه المخاطر لدينا الفيروس نحاولون أن نعزلهم أكثر ما يمكن لكي نحميه الناس المسنين الناس الذين عندهم السكر المرضى القلب السرطان الأمراض الرئوية الناس الذين عندهم أمراض التي تؤثر على المناعة عموما نتوصلوا مع المؤسسات الطبية بالتليفون مع الرقم وزارة الصحة لكي نستقصروا بدل أن تمشي للمستعجلات إذا لم ينتهي في حالة التوارع وكذلك التوقف على النشر الأخبار الزائفة النشر الفيك نيوز فقط نشر الأخبار كمرجع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغرب أو مؤسسات رسمية أخرى حاول تشد هذا الشيء في هذا الفيديو وتقنع الناس حولك به حاول أنهم تقنعهم أنهم يبقوا في الدار أكثر ما يمكن ورهم الأرقام والمراجع ورهم أن الطريقة لنقسم نسبة الهلاك والسرعة لعدوى الكورونا هي أننا نتعاونه كمين هذا الشيء ممكن هذا الشيء معروف علميا أنه ممكن عارفين أنه سنقض الأرواح البشرية هذا الشيء سنقض الأرواح البشرية في الماضي ونقض أرواح البشرية العصر السحرية في الدك خدمها البشرية ونقض أرواح البشرية ونقض أرواح البشرية